ما أقر به رئيس الجمهورية من فشل ذريع لهذه الاستشارة الالكترونية أصبح الرئيس الجمهورية لا يملك لا شارعا ولا فضاء لكن ما هي المعايير أو المقاييس التي تجعلنا مؤكد أن المعارضة بصدد تحسيل أو ربح مربعات في صراعها ومنفستها لهذه السلطة سيحسين بالنسبة إلي قوة الرئيس الآن وثباتة إلى حد هذه اللحظة في تحويل حالة الاستثناء إلى مرحلة التقادية لإرساء مشروع السياسي تعود أساسا إلى تشتت هذه المعارضة وعدم قدرتها على أن تقدم نفسها باحتفارها بديلا موثوقا وذا مصدقية عند جزء كبير أو عند أغلبية الشعب التونسي مثلا مواطنون ضد الانقلاب والأستاذ أحمد صديقي ويعلم أن هذه المبادرة تقريبا هي أقرب المبادرات إلى قلبي أو إلى قناعاتي في المستوى العقلي لكن عندما يتحدث الأستاذ أحمد عن أن مواطنون ضد الانقلاب كان ممثلوها أو قياداتها معارضين لمنظومة ما قبل 25 جولي أظن أن هذا الكلام يحتاج إلى تنسيب وأظن أيضا أن هذا التنسيب هو ما سيفسر عجز مواطنون ضد الانقلاب على الأقل إلى هذه اللحظة على أن تكون نقطة جذب أو نقطة مركزة للقوى المعارضة الأستاذ أحمد مثلا تقر له بأنه كان من أكبر رموز المعارضة لما غلب على مسار الانتقال الديمقراطي أحيانا من انحرافات أيضا هناك بعض الوجوه المعروفة في مواطنون ضد الانقلاب يمكن أن نشهد لها بهذا ولكن أيضا هناك بعض الوجوه المحسوبة في قيادات مواطنون ضد الانقلاب محسوبة على المنظومة القديمة وهي تفقد مواطنون ضد الانقلاب تفقدها القدرة على جذب المواطن التونسي وعلى الإقرار بأنها قد تمثل بديلا المواطن التونسي عندما يرى بعض الوجوه في مواطنون ضد الانقلاب يحس أنها مجرد أداة لإعادة منظومة ما قبل 25 جويل وهذا من الناحية التسوقية هذا يضرب في مقتل مواطنون ضد الانقلاب مواطنون ضد الانقلاب كان يمكن أن تتحول إلى كتلة تاريخية وهو مفهوم يؤمن به الأستاذ أحمد وأؤمن به شخصيا لكن لو اتخذت مسافة نقدية من بعض مكوناتها المحسوبة على منظومة ما قبل 25 جويل يعني بهذه السفة الآن وهنا لا يمكن للتونسي العادي أن يرى فيها إلا مجرد امتداد أو مجرد ممثل لمنظومة ما قبل 25 جويل رغم فشل الرئيس إلى حد هذه اللحظة فإن ما يقويه هو عدم وجود هذا البديل ذي المستقية الأستاذ أحمد يتحدث عن توسيع قاعدة المعارضة وموجود مشروع للتحالف مع مكون آخر من مكونات المعارضة لكن يجب أن يطرح على نفسه أيضا لماذا تعجز مواطنون ضد الانقلاب على أن تجتذب المكونات الأخرى يعني هل هناك فعلا السبب إيديولوجي فقط هل هناك سبب أن هذه القوى تميل إلى منظومة ما قبل ما بعد 25 جويل أو تميل إلى أن تدعم إجراءات الرئيس أم أن هناك أيضا إشكال الماء في غياب طرح واضح بديل واضح هذا البديل لا يحكمه مفهوم العودة نحن فعلا نريد أن نعود إلى المسار الانتقال الديمقراطي لكن نعود له بروح جديدة وبفلسفة سياسية جديدة تمنع مشروع الرئيس الاستبدادي وفي نفس الوقت تمنع من إعادة إنتاج منظومة ما قبل 24 جويلية التوافقية التي رأينا إلى أين أوصلتنا يعني الإشكال هو في غياب هذا البديل هذا الطريق الثالث التونسي يحتاج إلى طريق ثانث يا أستاذ حسين لا يحتاج إلى رسكلة لطرق قديمة ولا يحتاج أيضا إلى مشروع خلاصي يبشر به الرئيس ونرى محصوله الآن في المستوى الاقتصادي وفي المستوى السياسي وفي المستوى الحريات نعم